مديرية النفوس العامة في تركيا تزيل العديد من ملفات الجنسية الاستثنائية بعد مضي فترات زمنية طويلة تخطط الأشهر أو السنوات على تقديم الطلب الملفات المزالة هي لأولئك الذين كان ملفهم في مرحلة الدوام وبعضهم في مرحلة الأرشيف وهي مرحلة للبحث الأمني عن صاحب الطلب رئيس دائرة الاندماج في دائرة الهجرة التركية الدكتور جوشك أوك قال إن عملية الإلغاء شملت نحو 15 ألف شخصا مضيفا أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تقييم الطلبات لتحديد أولئك الذين يهددون الضمان الاجتماعي أو يدعمون المنظمات الإرهابية وأن المجنسين أيضا ممن تبين أنهم يدعمون منظمات إرهابية سيخضعون للتحقيق في ذات النطاق السياسي التركي ومدير مخيم نزب سابقا جلال ديمير نشر على صفحته في فيسبوك بهذا الخصوص وقال يمكن للذين أزيلت ملفاتهم توكيل محام خلال شهرين من تاريخ إزالة الملف وتقديم اعتراض على القرار في المحكمة الإدارية إزالة الملفات لا تعني بالضرورة بأن ملف الجنسي أغلق بشكل نهائي بل هي بداية إجراءات إدارية وقضائية إزالة ملفات التجنيس تأتي بعد أيام من إعلان الرئيس التركي رجطية باردوغان عن خطة تتكون من ثمان مراحل لإعادة مليون لاجئ سوري بشكل طوعي من تركيا إلى مناطق الشمال السورية وتأتي بعد تصعيدا مستمرا من المعارضة التركية ضد وجود السوريين في تركيا وتجنيس الآلاف منهم إزالة تأتي أيضا بالتزامن مع الحديث عن العودة الطوعية والضغوط التي يتعرض لها السوريون في تركيا بحسب صحيفة الفاينينشل تايمز البريطانية التي قالت بدورها إن هذه العوامل ستدفع السوريين في تركيا للبحث عن وجهة أخرى تؤكد الصحيفة أنها أوروبا ترجمة نانسي قنقر